اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيى عالما حرا فخور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام يقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غرب له تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فقالوا وكيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عمتكم هذا الحديث الشريف الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح ينبئنا عن حال وزمان أدركناه وعايناه وأصبحنا نتعايش معه يوميا وللأسف هو فساد البيئة المحيطة بنا هذه البيئة الفاسدة جعلت الالتزام بالدين في غاية الصعوبة بل أصبح المسلم كالقابض على الجمر كما أخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا أيها الإخوة واضح من خلال ما نراه في حياتنا اليومية فقد تكاثرت هذه الفتن وتضافرت بحيث أصبحنا نراها ونرى آثارها بأم أعيننا في خاصة أنفسنا في بيوتنا في أولادنا في أهلنا في إخواننا في الناس من حولنا نعم أيها الإخوة ربما قد يقول قائل ولكن الفتن قدر والله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نقول نعم الفتن قدر واقع وسنة ثابتة ولكن فتن هذا العصر متضافرة متكاثرة يرقق بعضها بعضا كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد استطاع شياطين الإنس والجن أن يزينوا الفتن للناس وأن يحدثوا أنواعا من الفجور لم تكن تخطر على البال سابقا فنجد بعض الشباب قد انحرف عن منهج الحق فربما ترك الدين وسار وراء اتجاهات فكرية غريبة عن ديننا وبعضهم تأثر بأفكار هي من ضمن الدين ولكنها شاذة ومخالفة لمنهج علمائنا الذين تعلمنا منهم وتربينا على منهجهم وعلى منهج الصالحين من قبلهم ومنهم أيضا من دخل في مرحلة الغلو والتطرف بسبب قلة العلم ووطأة الجرائم التي ترتكب في حق أهل السنة والجماعة وبسبب القهر الذي يعيشه المسلمون اليوم من قبل أعدائهم هناك أيضا من أصابه الانحراف الأخلاقي فضيع دينه وضيع أخلاقه والله أيها الإخوة إني لأشعر بالحزن العميق حين أنظر إلى شبابنا وهم تائهون سادرون في دروب هذه الحياة مثل نبات بري لا يهذبه ولا يشذبه أحد وأشعر بالحزن حين أرى بناتنا مبذولات في الطرقات أشعر أننا مخترقون إلى العمق أشعر أن حصوننا مهددة من داخلها وأن الخنجر المسموم قد اخترق صدورنا حتى النصل كما قال الشاعر بلي الجديد ومسنا القرح فمتى نفيق أخي متى نصح ولو عتاه كم انقضت حقب وامتد ليل ما له صبح وبغى وحوش ليس يردعهم خلق ولا دين ولا نصح وهذا الارتكاس أيها الأحبة له أسبابه الكثيرة فمنها كثرة الفتن والحروب التي ألمت بالمنطقة العربية والإسلامية خلال الفترة الأخيرة فأصابت الناس بالضنك والتشرد والنزوح والسجن والاعتقال وغيرها من الأهوال ومنها تغير البيئة للكثيرين منا فافتقد أكثرنا المسجد الذي كان يصلي فيه والشيخ الذي كان يتلقى عنه العلم وافتقد أيضا الصحبة الصالحة التي كان يأوي إليها وهكذا ضاع الكثيرون في هذه المنافي وضاع دينهم بسبب البيئات الفاسدة فما هو العلاج وكيف النجاة من هذه الفتن أيها الأحبة هناك عدة وصايا أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي تعيننا على الثبات وتعيننا على الحفاظ على التدين وسط البيئات الفاسدة أولا أن يأخذ الإنسان بما يعرف كما في الحديث الشريف الذي صدرنا به حديثنا قال صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعرفون أي أن يأخذ الإنسان بما يعرف أنه الحق ولا يدور في فلك الشبهات ولا يصغي للبدع وأهل الأهواء وينبغي أن يكون اعتماده في ذلك على الكتاب والسنة بفهم الأئمة العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالرسوخ في العلم كأئمة المذاهب الأربعة وأمثالهم من العلماء فقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وقال عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ثانيا أن يدعى ما ينكر ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكن أحدكم إمعا يعني لا قيمة له يقول إن أحسن الناس أحسنتوا وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجدنبوا إساءاتهم ثالثا الإقبال على العلماء العلماء أيها الأحبة هم ورثة الأنبياء وهم منارات الهدى يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالعلماء الثقات الأثبات هم صمام الأمان للمجتمع وللأمة يزيلون الشبه ويضيئون الطريق ويدلون على سبل النجاة رابعا الحذر من دعاة يدسون السم بالدسم لهم ألسنة عذبة ولهم إلقاء جميل مؤثر ولكنهم ينشرون أفكارهم المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ضمن أقوالهم ومحاضراتهم وأحاديثهم يقول سيدنا علي رضي الله عنه الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فعلى المسلم أن يعرف من أين ينتقي معلوماته وعن من يأخذ دينه خامسا الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة أيها الأحباب هي حصن للمؤمن لذلك فقد حذر الله تعالى من صحبة من قال فيهم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالصحبة الصالحة هي حصن للمسلم فصاحب تقيا عالما تنتفع به فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب وإياك والفساقة لا تصحبنهم فقربهم يعدي وهذا مجرب واحذر مؤاخات الدنيء فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب واختر صديقك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم والمسلمين وأن يعيننا على الثبات في وجه الفتن والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر